يا ولاة الأمر وماذا بعد؟ افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله كأن الكويت تؤذن في مالطة ففي الوقت الذي تكثر فيه التحديات الدولية والإقليمية واستعدت ولا تزال لمواجهتها الدول المجاورة كي تتلفأي انتكاسة فأننا وحدنا في الإقليم ما أن نخرج من شرباكة حتى نقع بأخرى فالحكومة تصرف العاجل من الأمور أو هي مشلولة وهو ما اعتدنا عليه منذ سنوات بينما مجلس الأمة إما معطل بفعل الصراع معها وأما لا يؤدي دوره لخلافات بين الأعضاء وأما منحل وبالتالي كل البلاد مشلولة ففي الوقت الذي يتحدث فيه الخبراء عن أزمة مالية عالمية جديدة وهو ما توقعه معظمهم منذ أواخر العام الماضي وأخذت به الدول المجاورة وعززت أصولها المالية في الداخل عبر مجموعة مشاريع تنموية وحصنت نفسها من الهزات الارتدادية للزلزال المالي المتوقع لا تزال الكويت عاجزة عن درء أقل المخاطر فيما يتعلق بأصولها السيادية في الخارج لأنها وضعت كل بيضها في سلة واحدة لذلك ليس مستغربا ما ورد في تقرير الشال عن أن الاقتصاد الكويتي يسير بسياسة سرعة الاستضام بالحائط كل الكويت تعمل على تعظيم أصولها السيادية الداخلية من خلال مشاريع كهرباء وماء وبنية تحتية ومستشفيات وصناعة ومؤسسات تعليمية وترق وغيرها وتعزز أمنها الغذائي وتعمل على إنشاء خطوط مترو وقطارات لتسهيل المواصلات ونقل البضائع وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وعندما تحتاج إلى ضرائب تفردها على تلك القطاعات وفي الوقت نفسه تعزز رواتب صغار الموظفين وفقا للتقارير الرسمية فأن حجم الصندوق السيادي الكويتي هو 770 مليار دولار موظفة في الاستثمارات الخارجية والبرصات الغربية ويبدو أن صناع القرار الاقتصادي الكويتي لم يدرك عواقب الأزمات السابقة ففي عام 2008 كانت هناك تجربة قاسية مرت بها الدول كافة خصوصا الاستثمارات العربية في الغرب وخسرت الأصول السيادية نسبة معينة واليوم يتعرض العالم إلى بداية أزمة مماثلة ربما أكبر من السابق وفيما حصلت الدول موجوداتها وأصولها السيادية في الداخل فأن الكويت تخسر ويتراجع اقتصادها الواضح أننا لم نتعلم من تجارب الماضي ليس من الأزمات بل أيضا لم نعمل على تحسين المال العام من السرقات سواء تلك التي وقعت في إسبانيا خلال الغزو أو الخسائر في مصفات فييتنام أو في بريطانيا وفضائح الفساد التي تكشفت في مكتب لندن أو الحادثة الشهيرة في مرسيدس حين أراد أحد الموظفين أن يضغط على الشركة لتعيينه في مجلس إدارتها فدفعت الكويت ضرائب كبيرة لتحقيق رغبة هذا الموظف فيما حين تستورد البلاد كل شيء من السيارة إلى ورق لتوالات والإبرة فهي تعيش وضعا غير عادي لأن الحكومات المتعاقبة خضعت للتجار الذين يسعون إلى الربح فعملت على أضعاف الصناعات بينما لو استثمرت 300 مليار دولار في الداخل وعززات الصناعات والبنية التحتية لا شك أنها ستخرج من قمقم رحمة الدول التي تستورد منها وهنا نسأل هل الدستور أو القانون يمنعان تعزيز التنمية أو الصناعات المحلية؟ إذا كان هذا هو العائق فليعد للدستور وتنسف القوانين وتوضع تشيعات تحض على التنمية وتعزيز الأصول المالية في الداخل لكن مع الوضع الحالي لا شك سنجد في يوم قريب أن الكويتيين سيبحثون عن عمل في الخارج بدلا من استيراد العمال الوافدة لخدماتنا واليوم مع التطورات الجديدة فأننا سننتظر فترة ما كي تصبح لدينا حكومة أصيلة ومجلس أم يعمل وإلى ذلك الوقت لابد أن يدرك صناع القرار أنه لابد من أعطاء القوس لباريها كي لا تستمر المغامرات بثروتنا الوطنية ومصيرنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر